الاختطاف ده فقط للمؤمنين ليكونوا كل حين مع الرب وساعتها الرب مش هينزل إلى الأرض ساعتها هم يقابلوا الرب فين؟ على الساحة لكن هم والرب هينزلوا تاني معاه عندما يأتي لشان كده في حاجة اسمها مجيء لاختطاف قديسية وفي حاجة تانية اسمها ظهور مجيء للعالم كله في ظهور مجيء للعالم كله مش هتبقى حاجة تفرح على الإطلاق الفرحة هتيجي معه اللي طالعين يقابلوه ليكونوا كل حين مع الرب علشان خاطر ده اللي تكلم عنه الرب لما قال في يحن 14 أنه يذهب ليعد لهم مكانا ومدى أعددت لهم مكانا ده بيكلم مين؟ بيكلم على بيت الآب أنا اللي مش بيكلم على الدينونة مش بيكلم على أي شيء ده بيكلم على بيت الآب أنا ذاهب إلى الآب لكن لأعد لكم مكانا ومتى أعددت لكم مكانا أأتي وأخذكم معي عشان تكونوا معايا كورنسوس سلونيكي الأولى أربعة لنلاقي الرب في الهواء هكذا نكون كل حين مع الرب ده فرح ده دخل ده بقح ده قمة ماشي؟ لكن وإحنا راجعين معاه بقى وجميع القديسين معك سواء في سفر يهوزة أو في زكريا أربعة عشر لأ ده أيام سودة ده 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 الناس هتشوفه وهتقول هتشوف علامته في السماء علامة ابن الإنسان وهتنوح عليه كل قبائل الأرض إزاي إزاي نخلط الحاجات دي ببعضها يا أحبائي؟ إزاي؟ إزاي؟ ونقول المجيء الثاني ده كله إيه؟ لكة وحدها كده على بعضها وفي لحظة وفي طرف تعين إزاي؟ ده هينوحوا عليه هينوحوا هيبكوا تنوح عليه كل قبائل الأرض ده هيقولوا للجبال غطينا للأكام اسقط علينا من وجه الجالس على الأرض إحنا موضوع تاني لشان كده الخلط ما بين معاملات الله سواء مع الشعب الأدين اللي لم يرفضوا ربنا بالمناسبة لكن حصل لهم حاجات كتيرة قوي بسبب إن هم عصروا فيه وما بين الكنيسة اللي ليها تدبير تاني خالص وما بين العالم سواء في دلوقتي في العالم أو بعد اختطاف الكنيسة مع اليهود اللي هيكونوا موجودين في الوقت دوت أو العالم أو العالم الحاجات دي كلها هتقدر لو فهمناها هتفسر لنا حاجات كتير قوي إنه الكنيسة لم تستبدل إسرائيل ربنا ما جابش الكنيسة بدل إسرائيل لكن طعم الكنيسة في الشعب القديم الذي يختاره وفي الآخر كلنا هنبقى رعية واحدة لراعي واحد ترجمة نانسي قنقر